كنت يساصلنا في مناقشة حالاً دلوقتي وإحنا بنشوف زي فلر عن أرض فلسطين وعن معاناة الشعب بالفلسطين وطبعاً هو كان بصوت محمود درويش زي ما أنتم عارفين وواحدة من أروع الكلمات اللي كتبها عن فلسطين وأنا أصلي عندي ارتباط كده بمحمود درويش زي زي كل الجيل بتاعي بالمناسبة والجيل الأكبر مننا في بعضه بعضه كانوا من أصدقاء درويش أنا قابلته مرة واحدة بس لكن هو كان صديق لأبوي يا الله يرحمه وكتب عنه كان جملة لطيفة يعني مش عارف أقولها ولا لأ بس يعني فعندي ارتباط بدرويش كنا حتى بمتناقش أنا وزملائي فبيقولي دايماً لما بنيجي نتكلم عن فلسطين أو نعمل فيلرز عن فلسطين أو أي حاجة لازم يبقى فيها محمود درويش فقلتلو يا جماعة هو ما ينفعش غير محمود درويش يعني لا يصح الكلام عن فلسطين إلا بمحمود درويش ليه؟ لأسباب عديدة جداً مرتبطة بالظروف اللي تولد فيها درويش ونشقته وهو بيكبر بينشأ بيترعرع بيخرج من الأرض وبيرجع تاني وهكذا وجوده في فتحه وفي منظمة التحرير علاقته بالكبار زي أبو جهاد أبو إياد فاروق قدومي أبو عمار ياسر عرفاط طبعاً احنا هده نتكلم على الجيل الزهبي بالمناسبة للمقاومة تركيب الدرويش اللي هي الحالمة ما بين الحالم والمناضل والمجاهد والمحب والعاشق وكل حاجة والواقعي والرجل الذي أجاد استخدام الكلمات كيفما لم يجدها أي أحد لا قبله ولا بعضه محمود درويش فيلسوف قبل ما يبقى قبل ما يبقى شاعر يعني